منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو من عام 2014 تطلع الدولة بمسؤولياتها تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أطلقت الدولة العديدة من مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ولا سيما للفئات الأكثر احتياجا وأبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بناء الإنسان والتصدي للفقر أولويات انطلقت تحت مظلتها عدد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف بالأساس توفير حياة كريمة للمواطنين وتقدم لهم حماية اجتماعية تماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لعل حياة كريمة أبرز سلك المبادرات والتي أطلقها الرئيس السيسي مطلع عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفي هذا الإطار استهدفت المرحلة الأولى ثلاثمائة وخمس وسبعين قرية بإجمال سبعمائة وستة وخمسين ألف أسرة بتكلفة بلغت ثلاثة عشر ونصف مليار جنيه كما تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بنهاية عام 2020 لتبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري ويستهدف أربعة آلاف وستمائة قرية يعيش بها نحو خمسين مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقدر بنحو خمسمائة وخمسة عشر مليار جنيه وتحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي تم إطلاق برنامجي تكافل وقرامة للمساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي بلغت دعم المقدم للبرنامجين التسعة عشر مليار جنيه في عام 2020 وازداد عدد الأسر المستفيدين منه ليصل إلى ثلاثة وثمانية من عشر مليون أسر كما بدأت الدولة في تنفيذ مشروع صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يوليو الماضي وذلك لتحسين أحوالهم وتحقيق المساواة بينهم بزيادة تصل نسبتها إلى ثمانين بالمئة من قيمة العلاوات الخاصة فضلا عن زيادة الحد الأدنى للمعاش وتطبيق قانون التأمينات الموحد وللتخفيف عن كهل المواطنين أطلقت وزارة الداخلية في الثلاثين من يونيو 2018 مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع سلاسل تجارية قبرى وذلك لعرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق ومن أجل التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة المعيلة دشنت الدولة مبادرة المشروعات متناهية الصغر في مارس 2017 بتمويل من منك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبعد أن طلت جائحة كورونا بوجهها القبيح بات صرف المعاشات وانتظام برامج الدعم اختبارا من العيار الثقيل نجح في إظهار قدرات وجهود الدولة في التخطيط والتأمين كما لم تنس الأعمال غير المنتظمة والتي صرفت لها منحة سسنائية بقيمة 500 جنيه كل تلك المبادرات وغيرها تمضي بها الدولة لتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية ليظل الاستثمار في البشر عنوان قاطرة التنمية ورفعة الأمم